هو الأول السؤال الأول متى أتوقف اللي سأله السؤال ممكن ما يكونش تخصصه لغة احتمال أو إنه هو لسه في بداية دراسات اللغة وما بعد اللغة الفكرة إنه هو هل أنا بادرس اللغة لي كهدف ولا كأدا هل أنا بستخدم اللغة كأداة ولا كهدف البداية في الأول أنا بادرس اللغة كهدف بعدين بنتقل بعد كده إلى إنه يتبقى أداة طب أداة إيه؟ أداة ليه اكتساب مهارة من المهارات المهارات هنا متعددة لو بكلم على عالم اللغة بس كتير جدا في مهارات يعني فيما بعد نقول عدد من مستويات اللغة يعني بعد الوصول إلى مستوى معين فبنتقل إلى مستوى وإلى مستوى وبنتقل بعد كده من فكرة دراس اللغة للغة إلى اللغة كأداة لأكتسب مهارات تحقي يعني على سبيل المثال لو كلمنا في الترجمة فهو عالم كبير جدا وفي جزء مثلا هل من يعني مثلا ليه تجربة في الترجمة اللي هي الأدبية مثلا ده مختلف عن حاجة أنا مثلا اشتغلت فيها تقريبا يعني سبعتاشر سنة اسمها الترجمة الإزعية ده عالم يعني أنا بنقول عليه العوالم دي بنقول عليها كأنها عوامل حرفية عرفها الحريك الحرفي اللي هو بيطقن حرفة معينة بياخد مدة طويلة من الزمن زي اللي بيعمل طبق نحاس وهو ما بيعمله في الأول بطريقة معينة بعد كده بيستمر إلي أن يصل إلى درجة معينة في أن المهارة دي هو ده الشخص الوحيد اللي بيقدر بيقوم بيها أنا برضو عايز أعقب على النقطة دي للمجالات الترجمة مش مجال واحد زي مثلا ما فيه مهندس مثلا مدني ومهندس فهربة ومهندس اتصالات مثلا وزي ما فيه دكتور بطنة وفيه دكتور أسنان وفيه دكتور أطفال فيه مترجم متخصص مثلا فيه الطب وفيه مترجم متخصص فيه الهندسة ومترجم متخصص فيه الترجمة الفورية ومترجم متخصص فيه الأدبيات والكرير بتاع المترجم غير كرير الدارس للغة لأجل إتقان الأداة باللغة لأن المترجم بيدور على السمات مختلفة شوية عن السمات اللي بيدور عليها اللي بدرس اللغة كأداية لتعبيرها عن أفكارها وفيه يعني هي الفكرة أنا كمان هل أنا عايز أبقى مترجم مثلا ده سؤال هل أنا عايز أبقى شخص يعلم الترجمة حاجة تانية يعني أنا فيه من ناس كتير من أصدقائي ممكن يكون مترجمة لكن ما يقدرش يعلم الترجمة ما يقدرش يدرب مترجم مثلا ما عايزين ندخل في سؤالين وراء بعد أو ثلاث أسئلة تقول أول حضرية تخصصك في الجامعة كان إيه أنا كان تخصص اللي هو اللي مكتوب كمان والدقيق هو ما يسمى علوم اللغة والأدب علوم اللغة والأدب طبعا علوم اللغة والأدب اليابانية بندرس كل ما هو له علاقة بالأدب وما يسمى علوم اللغة اليابانية حاجة فعلا فرع جويل اسم علوم اللغة أنا أنا في علم اللغة أكتر من الأدب لكن صراحة دراست شعر وأدب وقصة يعني مثلا على سبيل المثال المسرح الكابوكي حاجات اللي هي ممكن نقول عليها اللي هي كلاسيكية إزاي دخلت موضوع الترجمة موضوع الترجمة لما أنا دخلته ما كانش عن دراسة كان عن تجربة باعتبار أنه كان عندي قدر كبير من الشيء لا أقدر أعتمد عليه في اللغة لكن ما كانش في مكان وما زاد حتى الآن في اليابان أتكلم عن العربي ياباني طبعا لإعداد متلجم متخصص في الترجمة الياباني العربي وأنا العربي الياباني في الوقت في بعض نقود التجارب لكن الموضوع طبعا مش موجود بفكرة التخصص لكن بدأت أخذ بعض النمازج في دراسة اللغة الإنجليزية وبدأت أعمل عليها نوع من القياس أثنين كانت فكرة اجتهاد صراحة في جزء كبير في الأول إلا أنا نص شغل الترجمة بيبقى في حاجة اسمها اللي هي الإعداد أنا أكثر ما كان يعني اشتغلت فيه هو كان ما يسمى الترجمة الإعلامية اللي هي مرتبطة بالأخبار والقضايا الدولية والحاجات اللي زي ففعلا يعني جزء كبير أو اكتهد فيه أنا فاكر القضية العراقية القضية مثلا الفلسطينية بفضل الله حتى لو سألتني حتلاقيني ملمة بتواريخ كثيرة وبمصطلحات مختلفة لأسباب أني كان لابد في كل شغلانة أدرس الملف كويس فده بالنسبة للسؤالين أنا أكمل دقيقة بس وعشان أنهي فكرة المحطات بتاعتي عشان أنا طولت فعلا معلش وبعتزد أني طولت لأ ما إحنا مش متضررين من الموضوع ده وحضرتك بوقت ساعتين كمان مع الدرش مشكلة الله يجب عشان برضو اللي يسمعني يقدر يوصل بعد فكرة التخرج أنا أكملت طبعا في الماجستير وكان في نفس الجامعة وكان في تخصص حاجة اسمها بدراسات العلوم الإنسانية وكان شغلي عن حاجة لها علاقة بعلم اللغة اللي هو بيطلق عليه اللي هي اللسانيات في السيمانتكس في علم المعنى وبعد كده كملت برضو الدكتورة في نفس الجامعة واتخرجت منها ولكن في كل المرحلة دي أنا كنت بشتغل وبدأت فعلا أخش في عالم آخر وهو عالم ما يسمى السفارات والبعثات الدبلوماسية وما يسمى فكرة عمل استخدام اللغة في حاجة اسمها التعاون الدولي دي حاجة لما كنتش عاملها يعني صراحة في حياتي ولكن شغلي في الترجم رشحني للموضوع ده نهاية 2002 تقريبا بالتحق بالعمل بالسفارة السعودية في القسم الإعلامي واستمرت فترة وبعد كده تركت العمل لظروف طبعا ودائما كانت الظروف اللي بتخليني قسيب العمل هو يعني تصادم مع الدراسة غالبا يعني أنا في نوع ما عايز اسألها برضو بخصوص التصادم مع الدراسة ثانية واحدة برضو طب احنا برضو عايزين نقول للناس اللي معانا الأسئلة ان شاء الله هنحاول ان احنا نجمح كلها ونقولها في آخر اللقاء دي حاجة الحاجة التانية ان اللقاء ده مسجل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وهنقدر ان احنا نتفرج عليه بعد ما اللقاء ينتهي على طول آآ في خلال مثلا الخمس دقائق ولا حاجة هيكون بتاع اللقاء اه اكتمل آآ برضو عشان اوضح لناس دكتور المؤمن عبدالله كان معانا لمدة ساعة ونص ولسه مكامل معانا شوية كمان وهيشاركنا في اللقاءات الجاية ان شاء الله وفي اللقاءات تانية هيطلع فيها برضو عشان هو ايه هيدينا كلمة ده هناخد من النوع دي كانت من وقتكو كتير لكن يمكن استرسلت شوية ولكن لا ما رأس في سؤال آآ جالي آآ بس قبل السؤال ده عايزة اسأل حاجة تانية احنا عارفين في اليابان ان دخول مرحلة البكالوريوس بيعتبروه انه اخر حاجة صعبة الانسان بيعملها بيدخل الجامعة بيلعب الاربع سنين ويشترك في البوكاتسو والساكرو يعني النشاطات الانشطة الطلابية الغناء الكاراتي الماتشات المسرح وهكذا ويبدأ يبحث عن رحلة البحث عن عمل وهو في سنة ثالثة يحصل على الخطاب التوظيف وهو في سنة رابعة ويطلع من الكلية يبدأ الجد بقى فانا طالبة بكالوريوس برضو في اليابان وبدرس التربية فبالنسبة لي ان انا بقعد ادرس علم نفسه ومش عارفة ايه مواد تربوي بالياباني بالرغم ان معايا منها بصراحة ولا كنت بقدر ولا اعمل بوكاتسو ولا اشتغل جنب الدراسة يعني كنت عسى بضغط فانا الدكتور انا من اعمل